يعني كان لك كلمة في هذا الموضوع بتقول أنا ما بيهمنيش موضوع الترند ده خالص الحقيقة يعني لأن إحنا يعني شفنا بيتصنع إزاي على فكرة مش على مستوى الفن بس على مستوى حاجة تانية كتير يعني خلينا نتكلم في الفن يعني باعتبارنا إحنا يعني الجلسة على كده ولكن هو طبعا قابل للتزيف وقابل لأنه يتساء وقابل لأنه تصرف عليه فلوس كتير قوي والحقيقة أنه حتى لو مش موجه فالترند ممكن يبقى على حاجات تفهة جدا تخلص في لحظة يعني اللي هو ترند النهاردة مش هيبقى ترند بكرة اللي النهاردة هم نتكلم فيه ممكن بكرة تيجي حاجة تانية تنسينا احنا كنا نتكلم فيه أصلا الذاكرة بقت دايقة قوي أنها تحتفظ أنه ممكن يعني أنا مفتكرش من أول السنة مثلا على مدارة تلتة أربعة شهور اللي فاتوا حد النهاردة إيه الترندات اللي طلعت من كتر ما هي يومية وبتخلص بسرعة النطاق بتاع عشان كده أنا ما بيتهمنيش أنا اللي يهمني لو بنكلم عن فكرة البراند إنه إزاي إنه العمل يعيش إزاي العمل يبقى قيم إزاي العمل يتشاف كمان عشر سنين إزاي النهاردة نسيب رصيد للأجيال اللي جاية إزاي نسيب حاجة حقيقية مش مجرد إن أنا أخد الفرقعة بتاعت اللحظة أو أنا أبقى استهلاكي أو إنه الحاجة تاخد الفلاش بتاعها كده وتنطفق مرة تانية فهي دي بصراحة اللي بتشغلني عشان كده أنا بتجيش الترند خالص بصراحة يعني كنت برضو مرة حضرتك تكلمت عن الأعمال الأجنبية الموجودة وقلت إنه أحيانا يعني لابد أن نشاهدها بنوع من الوعي لأنها قد تتسبب في ضياع الهوية حقيقة الموضوع وصل لدرجة كمان حاليا مع الوقت يعني لدرجة أحيانا أنت كانت تكون مخيفة لأنه الحقيقة طب إدينا مثال على هذا هؤلاء حضرتك هو دلوقتي تقدرش تمنع حاجة الدنيا كلها مفتوحة تقدر تتفرج على أي شيء في أي وقت وبدأ ضغط الزرار يبقى موجود وبدأ ضغط الزرار يبقى يعني أسهل مما يجب يعني تمام فبالتالي كل الأجيال الأصغر اللي هم تولدوا والموبايلات والتابس في إديهم وبدأ عندهم بنسميه أكسس أو المجال المفتوح قدامهم على العالم كله فالنهاردة ده بقى مجال خصب جدا لأنه يتغير أفكار الولاد دول وأنك أنت تخترق وعيهم وتخترق أفكارهم وثقافتهم وتحط حاجات يمكن ما كانتش موجودة على أجيالنا أو تعتبر غلط أو تعتبر مش من قيامنا أو تعتبر مش من أفكارنا أو تعتبر وإن كان إحنا طول الوقت لازم كمان نعيد النظر في قيامنا وأفكارنا باستمرار وعشان نتطور إحنا كمان ولكن بالليمت اللي هو في النهاية لازم نبقى متفقين عليه كمجتمع وكأفراد وكجماعات لكن أنا النهاردة أنا نفسي بشوف حاجات على الدراما الغربية لا هي مخيفة طبعا مخيفة على كل المستويات التعامل مع بعض التابوهات على إنها أمور عادية جدا وإنها بسيطة جدا ولي لأ ومش غلط وإنه بالعكس لازم نتقبل ومش غلط إنك تتقبل كل شيء ولا تتقبله إزاي يعني أشياء مثل قد تكون ضد الدين ضد الهوية ضد الأخلاق مية في المية مية في المية يعني وده موجود باستمرار أنا في أشياء بتفرج عليها على المنصات اللي هي بره بتفزعني أنا شخصيا يعني مش مصدق إنه الأمور وصلت لهذه الدرجة فما بالك الصغار فما بالك الصغار إنهما المفروض إنه بولادنا بيتفرجوا على ده وبيتفرجوا عليه باستمرار وبيعتبروا دول الأبطال في وجهة نظرهم وبعدين المفاهيم ممكن تتغير مش في قيم مجتمعية بس ممكن تتغير في قيمة وطنية وقيم قومية لأنه خلاص كذين بقلت حريقة تشتغر تمنع حاجة ولكن تقدر تواجه الفكر بالفكر وتقدر تواجه العمل بالعمل وتقدر تواجه الثقافة بالثقافة وتقدر إنك أنت النهاردة تبقى واعي كويس قوي إنه هي حرب حقيقية وموجودة بالفعل هي مش لسه هتبتدي هي ابتدت بالفعل وموجودة وبقالها سنين وإحنا موجودين فيها ولكن أنا شايف إنه لسه قدامنا كتير نعمله علشان نعي أدواتنا اللي إحنا نحارب بيها في الحرب دي إيه وإزاي نخاطب الأجيال الأصغر مهمة قوي إن إحنا نخلي بالنا أجيال الأصغر يعني أنا يمكن ما كونش مهتم إنه أنا النهاردة أفكاري تتغير قوي لكن الطفل الصغير ده أرض خصبة جدا وخاصة إنه ده بيتقدم في قوالب جذابة جدا ومضيئة ولمعة وتبدو مقبولة وتتعاطف معها لإنه الدراما خطورتها إنها بتتعامل مع العواطف مع المشاعر فأنت النهاردة بتختارق وعي بإنه بتزرع جوايا أفكار أنا مش منتبه لها ولكن أنا متعاطف معها وحببها جدا فطبعا هي دي خطورة الدراما فأظن إنه إحنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه ولكن لسه أمامنا خطوات كتير يعني السنة دي كان فيه الحقيقة أكتر من عمل بيتكلم عن دراما تاريخية سواء كانت أحداث حقيقية أو أحداث مختلقة مستوحية يعني أو مستوحية أهميتها إيه للعموم الناس؟ لا هو الدراما التاريخية أصله أنا يعني الحقيقة أنا من عشاق الدراما التاريخية من زمان وشايفها ضرورة ضرورة حقيقية لأنه أولا جزء كبير من قراءة الواقع بتبدأ من قراءة التاريخ يعني الواقع مش منفصل عن حاجات بسيحصل من خمسمائة سنة أحيانا ومن ألف سنة وأحيانا أكتر وفهمك لده هو اللي بيخليك النهاردة تعرف تتعامل معه إزاي والتاريخ مش رفاهية وزي ما الدراما مش رفاهية فالتاريخ وقراءته وإعادة قراءته وإعادة زيارته وإن إحنا نحكيه بطرق مختلفة ما هو أستاذ نجيب محفوظ عمل روايات تاريخية الرواية التاريخية دي النهاردة وإحنا بنقراها إحنا مش بنقراها علشان نعرف التاريخ إحنا بنقراها علشان نقرأ التاريخ ونفهم نعكاسه على واقعنا عامل إزاي فطبعا الأعمال اللي قدمت مهمة جدا ومازلنا في احتياج لأعمال كتير جدا تقدم علشان للأسف معدلات القراءة بقت في أقل معدلاتها تماما بالذات برضو أنا مهمومة وصلي قوي بتجي للأصغر يعني فبقت في أقل معدلاتها يعني